بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القبض واعتقال رئيس الأركان المصري الأسبق اختفاء تماما المهتمين بأمر مصر يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي فين عنان يا بيتر الأرض دي أردي الأرض دي أردي الأرض مش أردي ولا العباد ولدي أم الكذا ما دي شايل همها الوحدي كما للعذاب فلت وانا وراه بحدي وانا وراه وحدي يا بيتر يا بيتر يا بيتر سامي عنان فين يا بيتر انشاغل العالم بحدث تاريخي فاصل في حياة تركيا ربما المنطقة وأجزاء من العالم أيضا إنها الانتخابات الحرة التي جرت في تركيا أيها السادة والسيدات وما زالت تجري إلى اليوم صحف العالم وشعوب العالم وتحديدا شعوب المنطقة العربية التي تحلم وتشتاق بل وتموت عطشا لنيل حقها في انتخابات حرة تختار من خلالها من يمثلها حقا سواء في البرلمانات أو في رئاسة البلاد اشتعلت صحف أوروبا غيزا وحقدا على أردغان وتركيا لماذا كل هذا الاهتمام بحاكم واحد في بلد واحد هل لأهمية هذا البلد عالميا أم أهمية موقعه أم خطورة حاكمه الذي جاء بالصندوق فأصبح عقبة أمام سيطرة أوروبا وصندوق النقد الدولي والماسون هل تركيا الباقية من خلافة إسلامية عظيمة كبيرة حكمت أغلب بلاد العالم هي السبب هذه الامبراطورية التي أرعبت أوروبا كلها هل هو الخوف من تمدد حلم هذا الحاكم أم هي الرغبة في أن تظل بلادنا بعيدة عما تمتعهم به وهي حرية اختيار الحاكم أتساءل أنا أرى هذا النزال العادل الحر في تركيا مصر فين لماذا لم تتحدث صحف العالم عن مصر الأكثر أهمية من حيث الموقع والتاريخ من تركيا لماذا لسنا حاضرين في أذهان العالم والراغبين في السيطرة على بلاد العالم ألسنا في أهمية تركيا التي سبقناها تاريخا وتقدما وعلما وعدد سكان ألم تكن نصر دائما قبلت الدولة العثمانية والعالم لتلقي العلم والتقاء العلماء؟ ماذا حدث لنا؟ ولماذا تهتم كبريات الصحف العالمية بتركيا ولا تهتم بمصر؟ الصحفي البريطاني اليهودي الأشهر في العالم ديفيد هيرست يتساءل شيء واحد أثار فضولي وهو تغطية وسائل الإعلام الأوروبية لمشاركة أردوغان في انتخابات تركيا يتساءل ديفيد هيرست متعجبا لماذا يكتب داشبل بعدائية شديدة لأردوغان الإيكونوميست البريطانية تضع صرطه على صفحتها الأولى عدة أيام وتصف بالديكتاتور ليس لمرة واحدة ولكن لسبع مرات لوبون الفرنسية تفتح نيرانها على أردوغان وتصف تركيا بأنها دولة توسعية أدي لي تليجراف البريطانية تصف أردوغان بأنه عدو الناتو من الداخل وبوتين هو عدو الناتو من الخارج أنا هنا أنقل تساؤلات ديفيد هيرست وأتساءل أنا أيضا لماذا لا يوجد هذا الاهتمام بحاكم مصر أم أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية بالمقياس الأوروبي لذلك هي ليست تحت نيران النقد وإن كانت هكذا فلماذا تم القبض على عشرات الآلاف من معارض الرأي في مصر بل ولماذا تم وضع 81 صحفي وإعلامي وحقوقي مصري في قائمة الإرهاب ليلة عيد الفطر الماضي كهدية أو كعادية لمن يحاول أن يصحح مصار مصر للطريق الإنساني الصحيح لماذا؟ هكذا يتساءل ديفيد هيرست وأنا أنقل تساؤله وهل سأوضع أنا أيضا على قائمة الإرهاب لأني أتساءل وأنقل مجرد تساؤل أنا مجرد مواطن عادي بسيط يتساءل well the second point to make is that free elections are a rarity in the Middle East I can't think of a single Arab state which has an election like this all elections are rigged and the economist and Der Spiegel and Le Point all know this too so why are they being so hostile to turkey we also know that there are many leading figures in the middle east we know that 81 names have just been added by Abdel Fattah el-sisi the president of Egypt to his terrorism list ويوجد أمام جرناليسات ودفعات الناس نعلم أنه يوجد 60.000 مجردين يموتون وموتون في المساعدة أين يتحدث عن هذا؟ أين يتحدث عن هذا؟ هل هذا لأن أردوان هو مستخدم؟ أو هل هذا لأنه مستخدم؟ أو هل هذا لأنه مسلم؟ يا سلام، خلاصة الكلام فقط لأن أردوغان مسلماً يحفظ القرآن كاملاً أولئك على هدى من ربهم وأولئك يرطله بصوت ندي وبأحكام محكمة يختتم جولته الانتخابية الأولى بافتتاح واحد من أكبر المساجد الجامعة في اسطنبول وهو مسجد خير الدين بارباروس هذا القائد البحري العثماني الجزائر الأصل المسلم الذي امتلك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبوسفور ولم تكن سفينة أوروبية أو أمريكية تجرؤ على المرور بهذه البحار إلا بدفع الجزية للدولة العثمانية نعم، أردوغان مسلم سواء أحببته أم لا سواء أعجبك أنه لم يستطع أن يمنع الخمور من بلاده أو الضعار في حوانيتها الليلية أم لا لأنه ورث هذا الميراث الثقيل 80 عام قبله وحاول ويحاول سواء أعجبك هذا أم لا لكنه اختتم جولته الانتخابية الأولى التي فاز بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان وتكتل الانتخاب تكتل الجمهور فازوا بأغلبية البرلمان التركي وفاز أردوغان بأصوات الناخبين متقدما على كليجدار أغلو ولكنه لم يستطع أن يصل إلى 50% زائد واحد حتى يستكمل حكمه لتركيا كرئيس عجبت من هذا الديكتاتور الذي لم يستطع أن يزور فقط نصف بالمئة إذ أنه حصل على 49.51% ألم تستطع يا أردوغان يا ديكتاتور ووزير داخليتك سليمان سويلو أن تزور نصف بالمئة فقط ألم تستطع أن تضيف مثلا هذه النصف بالمئة على أصوات الناخبين الأطراب بالخارج أثناء النقل عجبا لهذا الديكتاتور الذي لم يملك القدرة على تزوير نصف بالمئة وتصف المعرضة بالديكتاتور وأيضا أوروبا كلها تصف وأمريكا تصف بالديكتاتور ألا يجب أن يتعلم هذا الديكتاتور الديمقراطية من حكامنا الديمقراطيين الديمقراطيين أوي جدا خالص ديفل هيرست ختم تساؤله الموجه للصحافة الأوروبية مذكرا إياهم بأن مصر بها أكثر من 60 ألف إنسان متعلم مثقف صاحب رأي وخبرة وعلم يمكنهم أن يأخذوا بيد مصر من عثرتها هؤلاء داخل المعتقلات الآن يتعفنون دون ما سبب لاعتقالهم كما هو الحال بالنسبة للواحد وتمانين صحفي وإعلامي وحقوقي الذين وضعوا في آخر قائمة إرهاب أصدرتها السلطات المصرية لماذا كل هذا العداء والحقد والقراهية التي زرعتوها في نفوسكم ونفوس هذا الشعب مجرد تساؤل لماذا لا تحرروا أنفسكم من حب الذات والكرسي وتنظروا فتتعلموا ممن تفوقوا علينا بديمقراطيتهم واختيارهم الحر ألا يعلم حكام مصر أننا كنا نملك أعظم وأقوى ديمقراطية في المنطقة كلها ما بين 1919 إلى 1952 في نفس الوقت الذي فقدت في تركيا كل عناصر الديمقراطية وسقطت تحت وطأة الإنقلابات العسكرية التي أوصلت تركيا لحالة الفقر الشديد بل أن إسطنبول التي زرتها في بداية 1990 إلى منتصفه قد رأيت بها القمامة مكدسة في شوارعها الرئيسية في إسطنبول التي أصبحت الآن من أنزف مدن العالم وأكثرها تحضرا لم تفيق هذه البلاد إلا بالديمقراطية والاختيار الحر سامعنا فين يا بيتر اسمحوا لي أستحضر هذا السؤال الذي طرح على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عرض نسخة من مسلسل الاختيار العظيم الذي ما صنع إلا لتمجيد الإنقلاب وعسكر الإنقلاب لقد أراد صانع هذا المسلسل التدليس على الناس ولأنه صانع غبي نسي أن كل العناصر التي عاشت هذه الأحداث ما زالت حية نعم نحن أحياء يا بيتر أنت وسينيرجي المخابراتية الإعلامية لستم أزكياء بالقدر الكافي هذا فشل في صناعة الدراما والإلهاء وتزييف الوعي والتاريخ والقضاء على الدين والأخلاق والأسرة المصرية التي ما كانت تملك إلا هذا التماسك لماذا تريدون أن تجعل الأسرة المصرية أسرة متفسخة والمجتمع المصري متناحر لقد مر هذا المسلسل بالشخصيات التي أمر أن يتعرض لها صانعوه فشوهوا ومجدوا كذبا أو صدقا لكن تجاوزوا شخصية رئيس الأركان المصري سامع نان الذي كان حاضرا كل هذه الأحداث بل كان الفاعل الرئيس ولو أن هذا الرجل أراد أن يستولي على حكم مبارك لا استولى عليه بتحريك الجيش وضرب المتظاهرين وهذا ما لم يقبله ولم يوافق عليه سامع نان أبدا فين سامع نان واتأبد عليه ليه اختفى اختفاء تم ليه أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد السلام عليك ورحمة الله وبركاته أتوجه لك بهذا الحديث بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تجتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات ويأتي على رأس هذه التحديات توطن خطر الإرهاب الأسود في مصر وترد أوضاع الشعب المعاشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة أيها الشعب السيد في الوطن السيد الله يرحمك يا عم السيد يا بتاع الفول كان فولا كلوز والله كنا بنوع في طوابير بعد صلاة الفجرة عشان ناقض طبق فول من عم السيد بتاع الفول أكيد الجزوية فكرينه كويس حتى العمدة عم صلاح السعداني أخو محمود السعداني كان بياخد فول من عم السيد بتاع الفول وكنا بنشوفه وقف معنا في الطبور يا سلام كانت أيام كلمة السيد هي من أدخلت السيد الفريق سامعنان السجن لماذا؟ لأنه تجرأ وقرر خوض انتخابات حرة ظنا منه أنها ستكون نزيهة وهو لا يعرف أن نزيهة أصبحت سيئة سير وسلوك وسمعة في العام 2014 أعلن سامعنان ترشحه لرئاسة الجمهورية لكنه انسحب قبل بدء السباق الرسمي الذي حسمه الجنرال لصالحه بعد أن تم اختيار وترتيب دخول كومبارس واثنين وثلاثة يعدوا كده من قدام الكاميرا بصفتهم مرشحين قال إيه؟ رئاسة قدام الجنرال ده كلام ليعود عنان مرة أخرى 2018 معلنا ترشحه للرئاسة مرة أخرى ومنتقدا الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد حضرتك سمعت معايا المقطع الماضي هل اختلفت مع الرجل في كلمة واحدة ادعى كذبا أو تأويلا على النظام الحاكم الذي أصبح الطفل في بطن أمه يعرف أنه فشل اقتصاديا وأمنيا إلا من إرهاب المواطن الغلبان اللي هو أصلا لا له في الطين ولا في الطحين ولا في الطور ولا في مش عارف إيه؟ اتقبض على سامي عنان واختفى ليه؟ هل لأنه تجرأ ووصف الشعب المصري بالشعب السيد في الوطن السيد؟ وهذا يعد كذبا وتدليسا لأن المصري لهو سيد ولا هي سيدة؟ أم أن السيد عنان قبض عليه وعتقل واختفى لأنه تجرأ ووقف أمام الجنرال الذي كان سامي عنان رئيسه؟ ويوجد بينهما موقف وصف الجنرال نفسه على الهوى متألما أنه وصفوا وقتها وصفا قميئا فخبأها في نفسه إلى أن تمكن منه وهل هكذا هم رجال القوات المسلحة المصرية؟ يضمر كل منهما للآخر إلى أن يتمكن كما فعل عبد الناصر بعبد الحكيم وكما فعل السادات بعبد الناصر وصحبه؟ لا أعرف ولكن يعرف الإجابة الأكيدة ضباط وقادة الجيش المصري الذين هم أعلم مني بضروب مكة أما الفريق عنان الذي تم اعتقاله وسجنه واختفاءه تماما بسبب هذه الجملة القصيرة المركزة الكاشفة الصادقة والتي بات الشعب المصري كله يعرف تفاصيلها إنها كانت كلمة صادقة وحقيقية حتى أن الجنرال نفسه أصبح لا ينكرها وإن كانت صحيحة وقد أنظركم الرجل قبل أن تتفشى وقبل أن تفشلوا فشلا كبيرا فلماذا تم اعتقاله وسجنه واختفى؟ لماذا سامعنا؟ ويأتي على رأس هذه التحديات توطن خطر الإرهاب الأسود في مصر وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها الموارد البشري وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة ألم تزداد حالة مصر سوءا يوما بعد يوم منذ 2013؟ ألم تتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية القوة البشرية اسأل أنت أيها الضابط والقائد والعسكري نفسك واجعل الإجابة داخل نفسك حتى لا تعتقل ألم يكن الرجل صادقا حين قال وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسة خاطئة ألم يكن عنان مهذبا حين وصف هؤلاء الذين أداروا الدولة بأنهم أخطأوا أليس مرتكبوه في حق هذا الشعب يعد جريمة خيانة وطن وخيانة مستقبل وخيانة أمانة أرواح المواطن الذي سلمهم زمام أرضه وروحه ونفسه لأنهم من أبناء الجيش الذي كلنا نحب ونحترم تعرض عنان للاعتقال بتهمة مخلفة القواعد العسكرية بوصفه ما زال بردبة فريق مكلف ولا يجوز له ممارسة العمل السياسي رغم أن الجنرال نفسه حينما ترشح كان مزال داخل الجيش نعم ولم يقبض عليه لم يتعرض له أحد لم يعتقل ولم ينكل به كما تم التنكيل بالعقيد أحمد كونسوة على سبيل المثال الذي صدق أن هناك انتخابات حقيقية كما هي في تركيا للأسف وتم القبض على الرجل ولم يرى الشمس من وقتها إلى اليوم في 2018 قبض عليه رغم مرور الست سنوات التي حكم بها وبعد أن تم القاء القبض على الفريق عنان تم أيضا القبض على أبرز اسمين في فريقه الرئاسي وهما أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني الذي ما زال في السجون إلى اليوم دون جريمة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينا النظيف أي هانة لتلك الرجال هذه هؤلاء رجال أصحاب علوم وخبرات ومعرفة لماذا تهينون أصحاب الخبرات أي وطن هذا أي حكام هؤلاء تردد هذا السؤال في ذهني وأنا أرى ترشح ومنافسة كمالك لشدار أغلو ضد رئيس الجمهورية الدكتاتور أردغان الذي لم يقبض على منافسه ما أجملها دكتاتورية هذه وما أحلاها ألا يمكن أن تصدر لنا بعضا من دكتاتوريتكم إلى بلادنا أيها الأطراق حتى نتخلى عن ديمقراطياتنا التي تنتهي تماما في السجون بمن يمارسها أو في القبور أو في قوائم الإرهاب الواحد وتمانين اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض ملامح الدكتاتورية التي رأيناها أثناء هذه الحملة الانتخابية التركية والتي جعلتنا نسأل مصر فين؟ رجال مصر فين؟ سامعنان فين؟ ما أقراه على حضراتكم الآن حدث بالفعل والله في البلد الذي كنا نتفوق عليه ديمقراطيا قبل أن يأتي عسكر 52 في آخر يوم وقبل الصمت الانتخابي التركي خرج أكرم إمام أغلو وهو رئيس بلدية إسطنبول المنتمي للحزب المعارض لأردغان رئيس تركيا الدكتاتور اللطيف وقف إمام أغلو في اجتماع بمنطقة بانديق يوجه كلامه لعشرات الآلاف وأمام شاشات التريفزيون قائلا لأردغان سنرسلك إلى منزلك لكن نصيحة لك احذر أن تفكر بأن تجعل من نفسك رئيسا على زوجتك حينها سترسلك زوجتك إلى المقاهي هل رأيتم تؤلي دم أكثر من ذلك؟ هل رأيتم سخافة أكثر من هذه؟ ومع ذلك ورغم تطاول أحد مديري البلديات في دولة بها 30 بلدية كبرى يرأسهم هذا الرئيس إمام أغلو رئيس إحدى هذه البلديات تطاول على رئيس الدولة ولم يتم اعتقاله على الهواء ولم تذهب إليه القوات الخاصة مكممة الوجه بخوزاتها الثقيلة السوداء ولم يقتحموا بيته ولم يدمروا أثاث البيت ويستولوا على الأموال وذهب زوجته ولعبت أطفال ابنه أثناء الاقتحام لكن أكمل خطابه في هذا التجمع الانتخابي عاد إلى بيته وعمله وخرج نفس الرجل هذه المرة شاتما سابا لمن أيها السادة لقد شتم وزير الداخلية التركي على الهواء مباشرة في لقاء تلفزيوني جماهيري في وقت الظروة الانتخابية يا رب سلم ماذا قال له وبماذا اتهمه لقد رتب إمام أغلو مشهدا مصرحيا مفتعلا أثناء الحملات الانتخابية للمرة الأولى وكان هذا المشهد في إحدى المقاطعات التي يرأسها أحد المنتهمين للحزب الحاكم الأكبر تي تقدم إمام أغلو للحصول على تصريح بالمرور على محلات وتجار هذه المنطقة فقط ولم يكن بالتصريح تجمع انتخابي لكن ذهب مع حافلة كبيرة بها حوالي خمسين من أتباعه وبدأوا في إقامة منصة وسماعات وميكروفونات وهو يعلم جيدا أن هذا مخالف للقانون ماذا حدث له لقد كان في منطقة معروفة بانتماءها الإسلامي في كونيا وهم رافضون لهذا الحزب العلماني الذي يمثله إمام أغلو وبدأ أحد أتباعه بإلقاء الحجارة على بعض المرة الذين تجمعوا أمام السوق فردوا عليه الضرب بالحجارة أيضا والأطراق شعب بعيد عنكم عصب جدا متعصب جدا أنصحكم لا تقفوا أمام أحدهم ألقوا الحجارة على إمام أغلو الذي لم يصب لكنه حقق هدفه في التمثيلية المصرحية الجماهيرية والمظلومية وهذا جائز معمول به في انتخابات العالم كله ليس جديدا ثم ذهب إلى مكان ما وتم تصويره وهو يضع كالونة بشكل مضحك فرد عليه أحد الأطباء الذي قال له لقد مارست الطب 30 عام ولم أرى أن الكالونة توضع كما وضعتها أبدا حينما تريد أن تكذب اختار من يفهم في الكذب هكذا علق الطبيب على كالونة إمام أغلو المضحكة ثم علق أيضا وزير الداخلية بما أنه مسؤول عن الأمن وقال في لقات ريفيزيوني قال سليمان سيلو أن أكرم إمام أغلو واحد من أكبر المحتالين الذين شاهدتهم تركيا فرد عليه إمام أغلو على الهواء أيضا قائلا لوزير الداخلية اللي عنده أمن دولة وكده هو يعني قال له إيه إمام أغلو قال لسليمان سيلو هذا رجل وقح وقذر وكاذب وعديم الخجل يا ليلة ليلاء يا ليلة لن يخرج لها شمس هل يعقل أن يقال هذا الكلام من مواطن مدني لمواطن عسكري أو رئيس لأحد أقوى الأجهزة العسكرية في البلاد وهي الشرطة الحقيقة أن هذا الكلام قيل بالفعل ولم يقبض ولم يعتقل على إمام أغلو ليس لأنه محصن على غير العادة لأنه رئيس بلدية ولكن لأن هذه البلاد من حق كل مواطن أن ينتقد أي مسؤول وبالمناسبة هذا الوزير أيضا مدني وهذا الوزير الدخل الانتخابات وفاذ فعلا في انتخابات البرلمان التوركي هذا ما يجعلنا نبكي دما على بلادنا أليس من حقنا أن نرى مصر هكذا مصر فين سامعنان فين أرجو أن لا يزعج هذا التساؤل أسيدنا الحكام وأصحاب القرار فيضعوني ضمن قوائم الإرهاب الواحد وتمانين فما أنا إلا مواطن أمتهن السينما والإعلام وأسأل أسئلة بريئة للغاية ليس عندي أي هدف إلا أن أرى بلدي تحترم وتحترم حق الإنسان والمسؤول يشعر أنه خادم للمواطن وليس العكس مجرد أحلام وهواجس لا تؤاخذون سامعنان فين هل سيترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة في منتصف عشرين أربعة وعشرين أم أن المعتقل هو مأواه أنا لو أقدر أمنع الفاسد أنه يتولى أمركم كنت منعته لو أقدر وأنا عارف الفاسدين عارفهم كويس لكن بأمانة المسؤولية وهم سامعيني اللي حيقرب من الفاسدين يحذر مني ينهرى بيد اللي هيقرب من الفاسدين يحذر مني هو أنا فهمت غلط ولا إحنا ما بقناش بنفهم أصلا وبيسقفوا دول بيسقفوا ليه وعلى إيه بيقول اللي هيقرب من الفاسدين هل يقصد حماية الفاسدين ولا يقصد اللي هيقرب من الفاسدين من الحكم والكرسي أظن يقصد التانية ملحوظة سامعنان كان رئيسا للجنرال أثناء خدمة هماء وبكده هل يعتبر رئيس أركان الجيش المصري العظيم من الفاسدين لأنه يعرف جيدا حين كان مرؤوسا له أنه كان فاسدا لذلك تم القبض عليه واعتقاله اعتقالا عسكريا وإلقاء هذا الرجل الكبارة في المعتقلات العسكرية لأنه فاسد أم لأنه قرر يقرب من الكرسي اللي قال الجنرال برضو عنه اللي هيقرب منه هضيعه هطياره ده مجرد تساؤلات سيادة الجنرال من مواطن مسكين لا يفهم في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الأمن ولا حتى في الفن اللي درسه مجرد مواطن بيسأل سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري اختفى فين ملحوظة تاريخية على هامش الأحداث لم يكن هناك أي مرشح منافس حقيقي إلا سامي عنان فهل المقصود بالفساد هو رئيس أركان الجيش المصري العظيم وهل يمكن أن يكون هذا الرجل بهذا المنصب فاسدا أحد أكبر الجيوش العربية هل رئيسه فاسد مش عارف لكن عقل المحدود لا يقبل هذا أبدا سامي عنان ارتكب جريمة حقيقية لا يمكن انقرها بأي حال من الأحوال وهي مسجلة صوت وصورة هيهرب منهم فين فإنني أعلن أنني قد كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من السيد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لي لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور والأستاذ الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبا لي لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا رسميا باسمه ليه ليه يا سيادة الفريق ما هو آل اللي هيقرب بتقرب ليه طيب انت حياتك وحريتك مش غاليين عليك تاخد معاك الاتنين الكبارة المحترمين دول في الرجلين ليه سيادة المستشار هشام جنينا المحترم نظيف اليد والتاريخ والرجل العالم في علم السياسة المحترم الدكتور حازم حسني ليه ضيعتهم معاك الله يسامحك هل سنرى انتخابات حرة في مصر كما رأيناها في تركيا هذا هو هدف هذه الحلقة هل سنرى تنافسا حقيقيا يفوز الرئيس المصري الحالي وهو يقف في طبور الانتخابات تنتظر دوره بفارق ضئيل واحد في المئة أو اثنين بالمئة كما هو الحال في تركيا الآن هل يجرؤ احد ان يتقدم لمنافسته كمرشح رئاسي كما فعل عينان وهو رجل الجيش القوي الذي ألقي به في نفس السجن الذي سجن به يوسف عليه السلام ام نرى مصرحية هزلية الطفل يضحك حتى يسقط على قفاه من شدة هزليتها كما فعل حمدين صباحي من قبل ثم رأيناه يقشر البصل ويقطع الخيار في المطبخ وبيعمل صلطة ثم رأيناه يبيع سمك في سوق السمك بالكيلو أو بالوئة ما هذا الضحك المبكي هل مصرحية أحمد تنتاوي وصفره وجلوسه في لبنان سنة كاملة خارج مصر ثم القبض على خاله وعمه ثم عودته ثم الإفراج عنهما بعد خمسة أيام أو أسبوع هل هذه احدى مشاهد المدني حقيقي سيلتف حول الطيار المدني لينصره دون أن يقبض على كل من يناصره إن كان الأمر هكذا وترشح فعلا أحمد تنتاوي فاسمح لي أبارك لسيادة الرئيس الجنرال القائد الأعلى أن الفوز سيكون حليفه لأن أحمد تنتاوي لا يملك القدرة التي تؤهل للفوز على رئيس متمرس حكم مصر عشر سنوات حتى وإن فشل وقد أصبحت في أبهى صورها الديمقراطية لأنه هيسمح له يدخل لنفسه واللي مش مصدق يشاهد جلسات الحوار الوطني العظيم وسلم لي على الحوار وهذا مجد عبدالله يحييه خارج حدود الوطن باحث في كل زمان الأرض دي أرضي الأرض دي أرضي الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي أم الكدامة لشاهد أمها الوحدي كمال العذاب اتفلت وأنا وراه بحدي وأنا وراه وحدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر